موسيقى مجزو العاشرة يأتيكم من قناة الجزائر الدولية مرحبا بكم تتواصل لليوم الثاني على توالي فعالية قمة مجموعة السبع والسبعين زائد الصين المنعقدة في العاصمة الكوبية هافانا وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إنه من الضروري استغلال العوامل الضرورية للوصول نحو نظام عالمي جديد يسوده العدل والمساواة دياز كانيل شدد خلال إشرافه الجمعة لفتتاح القمة شدد على أن كل دول المجموعة تواجه نفس التحديات جراء المعايير الدولية غير العادلة مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق مصالح الشعوب التي تعاني من الوضع الحالي وتسعى نحو التغيير طالبت سلطة الانتقالية في بوركنافاسو الملحق العسكرية باستفارة الفرنسية بمغادرة البلاد وبحسب بيان صادر عن المجلس العسكري في واغادوغو الخميس فإن طلب المغادرة يأتي بسبب سلوك تخريبي هذا وكان الرئيس الانتقالي في بوركنافاسو إبراهيم تراوري قد دعا باريس في وقت سابق إلى قبول ما وصفه علاقات الند للند وقبول مراجعة التعاون من كل الجوانب توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان صباح السبت إلى أغندا في زيارة رسمية بحسب بيان لمجلس السيادة السوداني فيما استؤنفت المعارك في محيط القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم وأفاد البيان أن البرهان سيجري محادثات مع الرئيس الأغندي يوري موتسيفيني حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى الأرض أفاد شهود أن ذوي الاشتباكات سمع مجددا في وسط الخرطوم وفي محيط القيادة العامة للقوات المسلحة بعدما توقفت قبل حوالي أسبوعين وقال سكان في الخرطوم إن قوات الدعم السريع تقصف بمدفعية ثقيلة القيادة العامة للقوات المسلحة استقبل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الزعيم الكورية الشمالي كيم جونغ أون السبت بفلاديفستوك في أقصى الشرق الروسية وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية تاس أن كيم الذي يزور روسيا منذ ثلاثاء في أول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة كورونا وصل إلى مطار كينيفيتشي في فلاديفستوك قادما من كوموسو مولسك نأموري حيث زار الجمعة مصانع طياران وعرض شويغو على كيم في مطار كينيفيتشي مقاتلة من طراز ميك واحد وثلاثين مجهزة بصواريخ فرط صوتية من طراز كينجال وفق المصدر نفسه طلب المدعي الخاص الأمريكي جوك سميث من القاضية تانيا تاتشك أن الجمعة إصدار أمر حاضر نشرين بحق الرئيس الأمريكي السابق قبل محاكمته الفيدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في العام الفين وعشرين واعتبر سميث أمام محكمة واشنطن الفيدرالية أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤول وزارة العدل وسكان واشنطن والقاضية المكلفة بالملف تانيا تاتشك أن قد تؤثر على أراء هيئة المحلفين التي ستتألف من سكان محليين واعتبر سميث أن تصريحات ترامب قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلفين وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود هناء الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون فريق اتحاد الجزائر عقب تتويجه بكأس السوبر الإفريقي وجاء في تهنئة الرئيس تابون عبر حسابه الرسمي على تويتر مبروك لفريق اتحاد الجزائر على كأس السوبر الإفريقي أتمنى لكم مزيدا من الانتصارات والأفراح إن شاء الله وجاء تتويجه ممثل الجزائر وبطل كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم المنقاضي بعد الفوز على الأهل المصري بطل رابطة أبطال إفريقيا بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما صهرة الجمعة بمدينة الطائف السعودية انتهى الموجة استبقى روابطنا الظاهر أسفل الشاشة في خدمتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة